السلام عليكم كديري لبس عليكم ستكونوا على خير وباخير في أحسن الأحوال وصحة جيدة إن شاء الله معكم نادية من نادية تيبو مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة ووصفة ديال اليوم ملاوي كي يجيوا رائعين مدق زوين بالساف ومورقين والشاش بطريقة لي شوية مختلفة على المعتاد ولكن سهلة بالساف تقوم معايا باش توفوا الطريقة والمقادير ديال هاد الملاوي وإن شاء الله غدي يعجبوكم إلا جربتوهم بالنسبة المقادير هنا هنستعمل الدقيق الأبيض هو اللي غادي يكون تقريبا غالب بزاف في الدقيق بحال دا بدرت نصف كيلو ديال الدقيق الأبيض غادي نضيف عليه واحد ثلاثة دا المعالق ديال السميدة رقيقة ولا الفينو فقط إذن هاد الملاوي تقريبا كي يدارو غير بالدقيق الأبيض بعد دا بدرتو كيلو ديال دقيق ديرو الدبل ديال السميدة كي ما كتليكم السميدة رقيقة ولا الفينو عندي الزبدال التوراق والزيت والملحة ما فيه مش سكر نهائيا وعندي حتى واحد المكوين آخر باش غادي نورق ما غادي شنورق بسميدة ولا الفورس غادي ندوزو على بركة الله باش نعجنو العجينة هنا هنعجنو في التيرموميكس طبيعة الحال بوتيت عجنو بيديكم عجنو بيديكم ولا في العجانة انتو مو شنو كتفضلو الملوي ديال ما فيه لخميرة ما فيه لسكر لا تشيحها شكيم مشتو المكونات دقيق والملحة فقط هدا هو الخالط وكن عجنوه بالماء يكون بارد مضربيني وصافي عادي جدا أنا غادي ندير الكيميا الكافية ديال الملحة وغادي ندير العجينة تعجن العجنتو بيديكم ددافو شي شوية الماء وانتم ما كاد لكون انتم ما كاد فو الماء وكاد لكو حتى تسدلك ليكم العجينة مزيان مزيان اهم حاجة تكون العجينة مدلوكة اه تدي مرخوفة شي شوية ما تجيش العجينة قاس حبزة كيجيناش الملوي ديالنا شيش اور طب اي لا قصحن العجينة كيجي ملوي مجبد كيجي خائب مهم العجينة خصى دينا اول حاجة مدلوكا مزيان تاني حاجة دينا مرخوفة نضيولها الماء بالزيت شوية سوف هنا انا كان عجن وماشي انا اللي كان عجن ترمو ميكس لكي عجن وكنضيف الماء بالتدريج حتى كان حصل على القوام اللي بغيت في عجينة وانا غدا يشاركوا معاكم نوريكم القوام اللي خصوا يكون في العجين كيكا تشوفو هدا هو القوام ديال العجين راه مرخوفة غدي ناخد واحد البلاتو ندهنه بالزيت ونحط فيه العجينة انا غدا تبليكم العجينة اكتر القوام ديالها اكتر من الول العجينة ما قسحاش نهائيا كنأكد على هذه المسآلة هدي سافيكا نقدها ما بين يدي ونحتى نغطيها عند هنا بزويتا ونغطيها ببلاستيك ونخليها ترتاح واحد شوية مدة ديال واحدة ربع ساعة تلتو لتساعة مهم ترتاح لنا العجينة كلما ارتحت العجينة كلما كيجينا الملوي زوين وكيجينا التوراق سهل من بعد مرتاحة العجينة غدي نقطعها ندير كورات صغر لحسب القياس اللي بغيتو ديال الملوي كلما كبرتو الكورات كلما الملوي كيجي كبير ولكن هنا واحد المشكلة في توراق سطح العمل يكون كبير باش يجيكم الدك الملوي اللي بغيتو مورق هو هادا باش يجيكم العجينة مورقة ورقيقة سوف نشكل القياس اللي بغيت ومطبع الحال كنعاون بالزيت فاش نسالي الكورات كاملين غدي نغطيهم بمطبع الحال اندهنهم بالزيت ونغطيهم بلاستيك ونخليهم ارتاحوا مدة ديال المجمع الربينا فاش عجلنا وصافي قلقوا العجينة ارتحت الى كانت العجينة مطبع الحال مدلوكة مزيان سوف نبدأ ونطلقوا هنا العجينة كي كتشوفوا مرتاحة وزوينة نطلقوا بالزيت كنت نغيب شوية الزيت ونطلقوا العجينة كتشوفوا العجينة كتشوفوا العجينة كتعطينا الطعو سهلة في الخدمة اهم حاجة في هذا الملوي ان التوراق يكون هو هادا كنورقوا حتي بديبنا سطح العامل كي كتشوفوش حرقيق العجينة سوف نأخذ شوية الزبدة هن الزبدة عندي بوماد ما دايباش دورتها غيف الميكروون غي واحد شوية غيباش تطلق سوف يكن دهن بيها وهنا عندي باش غادي نورق بودرة اللوز إلا كانت متوفرة عندكم ديروها ما متوفراش عندكم ماشي مشكل ورقو غير بالزبدة غير هي كتعطي ماداق زوين وكتعطي كي يجي وذوك الملوي كي يجي هشيش من الداخل وفي واحد الماداق لي هو رائع كي يجي زوين بزاف بزاف كيش تورا درج غي شوية ماشي بزاف غير شيشة ديال بودرة اللوز هنا لما عندكمش بودرة اللوز متوفرة كتبع في المحلات اللي حداكم هتشدوا اللوز في الصخوح حيدلوا للقشرة وطحنوه شي شوية خصو يكون ناشف من طبيعة الحال وطحنوه شوية في الطحانة ورقو به صافي هنا يا كيشتو طويتها على جوج وكلو على هاتشكل كي مال ملوي العادي اللي فايتلي مشاركة معاكم من ديما صافي كان جمعك شوفوا العجينة كي كتكون زوينة العجينة كتبليكم من هنا انها نجحة هنعودوا واحدة اخرى العجينة سهلة في الخدمة لعبوا بها كما بغيتوا بدلوي هنا فاشكلوهم طبيعة الحال تنلوي الملوية مرخوفة صافي ونجمع من الجناب ونخليهم يرتاحوا نعودوا واحدة اخرى كي كتشوفوا العجينة شحلة رقيقة ندهنوا بالزبدة بومات ندروا واحدة الرشيشة ديال الزيت قبل ما ندر الزبدة بعدها غير واحدة شوية عاد ندر الزبدة نحاول نوصل الزبدة لقاء العجينة ونطبيعة الحال بودرة اللوز بغيتوا تديرهم بسميدة يروموا ولكن ديروا غير شوية ديال السميدة مشي بزاة غير شوية فغير ما شوية باش ما يجيكم مش حارشين يجي الملوي من داخل الفتيور طب ونجمع انا قربت العجينة باش شوفوا كدير العجينة سهلة في الخدمة قلوي من الجنيبات ونحطهم ارتاحوا سوف ينبعد ما ارتاحوا هنا واحد القاديين بنسيت ما ارتاح لكم فاش تساليهم ملوي بغيتوا تديروه الصباح ديروه في تلاجة فاش كديروه في تلاجة كيجيكم سهل في التقرس وكيعتاكم الطع حتى فاش تديروه بحال دبا هكا وتخليوه مرتاحوا ديروا واحد نصحة في تلاجة كيجيكم رائع جدا ذاك داك لوشوك ديال البرودة مع الحرارة كيجي بحال لبات فيوتي تحطوه فوق المقلاء كيتفرق الملوي وكيتحل كيجي رائع هادي ضروري تديروها ديرو الملوي في تلاجة ولاخليوهي بات الليلة كاملة وغطيوها بسلوفان وديروه في تلاجة وتشوفو وردو علي الخبار كيجيكم الملوي رائع جدا جدا لا تنسوش تديروها القادية ضروري ضروري فعد الملويات هادو صفي هنا كنرش هنا درت المقلاء تقيلة ممكن تديرو اي مقلاء عندكم ولكن درجة الحرارة تكون فوق المتوسط واحد شوية ما تكونش تحت المتوسط كنرميو ملوية لادرنا الملوية دينا فوق المقلاء بارضة ركا تجي خعيبة مهم كنرميو المقلاء ودرجة الحرارة فوق المتوسط ما تكونش نازلة درجة الحرارة الملوي دينا مكيجيش زوين كيما بغينا كنحط الملوية فوق المقلاء نرش هغيبو حط النقاطات ملوية ديال الزيت على ما تتبالي كتنفخ الوجه ديالها كتنفخ من الفوق صافي ونقلبها غير كيبالي كتنفخ من الفوق تبدأ تنقلبها وكتكون رهطة تقريبا من التحت كتتوفو ما شاء الله لديك العجينة كتنفخ وتديك القادية لديك تلاجة ضرورية ضرورية ديروها في اي ملوي درتو لأي مسمن درتو فيه الزبدة ديرو هاد القادية وغادي تشوفو غادي يجيكم فرق كبير في الملوي ديرو سوف نقوم بتحديد من الجهة الخرم واعنا نقوم بتحديد مغاود نقرس الزبدة اخوة هنا من المسيبات بالنسبة للتقرس ما قائش جيود تجرسو الوسط ديال الملوية فاش كان بدو بالوسط كي جينا الوسط ترقيق و ما تي تي بقى وغلاد شوية بدو من الجنبات ونسوا ما غادي الوسط غبي شوية وخليو شوية الملوية تجي اغليضة شوية ما يكونش داك الملوية ارقيق بزاف بزاف صافيك ندير نفس الطريقات نحطاك الرش كابدا نقلب حتاك يطاب لي الملوية فاش حتاك هاد الملوية في الستوري في الانستغرام البنات يحساب تلوم خامر ما حساب تلومش ملوية كيفاش كيتنفخ اغلبية حساب تلوم خامر ما فيه لخميرة كيشتو في العجينة ما فيه تسكر ما فيش ما فيه تشي حاجة الا الفورس والملحة والما فقط وتبارك الله كنحطوه فوق المقلاء وكيتنفخ مزيان انتو ما كتقرصو فيه هو من فوق بعد اقبل ما يتحتفل في المقلاء ان شاء الله غديتجربوه غديعجبكم بزاف بزاف غيتبعو الطريقة وما تنسوش لاشتوس ديال تلاجا حيث كتلعب واحد الدور كبير في النفاخ ديال الملوي واحد الحاجة اخرى الاحتفاظ بالملوي ما تطيبوهش يتحمر بزاف غيتبعو في الفريقو مهم خصويت طيب ولكن ما يتحمرش بزاف لحقاش فاش كيتب كيتب كيتفرق وفاش كان عاودو نسخنوه كيزيد عاوداني كيتفرق لينا طيبوه ما نحمروهش بزاف نخليوه يبرد اه خصو يبرد يبقى ناشي شوية دافي ماشي ديك يبرد يبرد ولويه في الورق الزوبدة ونديروه في بلاستيكات ونديروه في فريقو كان جبدوه من من الفريقو وكان سخنوه الى بيت ونديروه في الفريقو وحتى في تلاجه هاد الملوي هاده را تيبقى حتى المدة ديال مع ما فيه الخميره لا تشي حاجة تيبقى زوين تيبقى تلسيمة في تلاجه الى كنا مغطينوه مقدينوه مزيان ما تطالو حتى شي حاجة صراحة يجي زوين انا خليتوه هير فوق الطبله في الكوزينة تقريب يومين بقى رائع تسالة اصلا ما بقى فيه تشي وحده ولكن بقى زوين مدة ديال يومين حدرت كمية كبيرة واخركك تسالة ضغية ولكن صراحة ملوي اللي يمشي لكم القلبكم والخاطركم زوين بزاف كنأكد عليها وان شاء الله فاش غادي تجربوا وغادي تعرفوني علاش كان هاتر شوفوا كيفاش كان حطوه ملوي وكتنفاخ هذا انا عندي واحد كعجبني لحال فاش كان ديال ملوي وكتنفاخ ولا البطبوط ولا بغرير فاش كيتقبط طبيعة الحال هاتكونو تنتو ما بحالي الناس اللي عزيز عليهم الكوزينة والطبخ شي حاجة كتعجبك كتتدلك ابتسام في الوجه سبحان الله كترت عليكم الهدرة مهم غادي نستمر في الملوي كامل حتى نطيبو كلو كي كتشوفو كي جي مقرمش من الداخل وفتي مقرمش من بره وفتي من الداخل بوحد طريقة متقدروش تصوروها ولبنا يا سلام هنا دبا فاش كيتفقدت نفخ ديك الملويه من الفوق هنا كتبلكم علامات بأن الملوي ديالكم راه ناجح ومفروق من الوسط ما جاكمش من دقص من الوسط حيث ديك تدقيسه من الوسط ولا ديك تعجينه من الوسط شنو سببها يا ديك تلويه ديال الملويه فاش كالملوي والملويه وكنزيرو عليها في داك اللويل وما كتكونش مفروقة بالزبدة فاش كنقرسوها وكنحطوها فوق المقلة ما كتفرقش لنا ديك تلويه لدخلانية كتبقى معجنة الجناب كيتقدو ولكن داك الوسط كيبقى معجن ويمتمنت تكون وصلتكم الفكرة وشرحت لكم مزيان وخاه درزب الزبوين غير للإفادة فقط شوفوا تبارك الله كي يجي الملويه من الداخل وكي يجي في مقرمش من بره ومن الداخل كي يجي ورقة ديالته بحل ورقة ديالت البسطيلة كي يجي الورقة على أختها هكا تبين شفافة رائع جدا كنس طامر حتى كنسالي الكيمية اللي عندي كاملة بالنسبة لباش نشرح باش نرجع لبودرة اللوز نشرحها لكم أكتر بالنسبة لكم لما قداش محلة تحداكم تشدوا اللوز تفسخوه وتديروه ينشف وتحنوه شوية ولكنينا تحنتوه بزاف غيتعلق ليكم تحنوه شوية غيري ولي تحين ماشي يتعلقي لفتنا فيه الطحين غادي يتعلق لينا حاجة اخرى لش مكتلكم جديرو اللوز بقشوره ما بيش الملوي ديالكم يجي لكم اللون ديالو غامق وقوي هو نفس المعداق ونفس النتيجة غادي يجي لكم بالقشور ولكن هيل اللون ديالو غادي يجي لكم غامق فقط هاتشي لش مكتلكم جديروه بقشوره كل ما كان تسمي دا رقيقة ما غايجيش حرش من الداخل غادي يجيكم ارتب اوفتي سافي كان ستامر كي كاتتوفوا الملوي كيتنفخ تبارك الله وكي جي رائع جدا بحل لك نديرو البطبوت ما هي مشكرت بزاف هاد الملوي ولكن طراحة بغيتكم تجربوه وان شاء الله هيله جربتوه تبعتوه المراحل كاملين ودك شريكت لكم كاملين غادي يجيكم حسن من هكا قعما شغير هكا غادي يجيكم حسن من هكا وقدموه مع عسل مدوب مع زبدة من طبيعة الحال كله واش كي بغي كاللي كي بغي الملوي مع العسل كاللي كي بغي مع الزبدة وكاللي كي بغي غير عادي وهذا هو الفيديو دي اليومان نتمنى يكون تكون الوصفة عجباتكم وتجربوها ان شاء الله وما تنسونيش في الكومونتر ولي لايك وتبارتاجي الفيديو مع احبابكم وصحابكم واحد حاجة اخرى الناس اللي كتسولوني على لاباج فيسبوك ديالي والجروب فيسبوك ماشي ما كان رتش عليكم ماشي ما كان قبلوش لبوست ديالكم هات سرقت لي لاباج ديالي فيسبوك وراح الليتو حد اخرى ده بنحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف وحتى الجروب فيسبوك تسرقت مدد بهدي ديالي شي شهرين كل مرة كنبغي نقولها وكنننسى حس كي يجيوني التعاليق بزاف نادية مبقيناش كتلعينها في الستوري في فيسبوك انستغرام كنحط فيه الستوري كاملين غنحط لكم حتى الانستغرام في صندوق الوصف وان شاء الله تدخلو وتتبعو الستوري كاملين ودخلو حتى الجروب جديدة والفيسبوك باج فيسبوك جديدة وهذا ما كان هذي الوصفة دياليومة وهذا هو الفيديو دياليومة تمنى ما نكونش هادرت بزا فقويت عليكم الهدرا كما تلكم بغي بغيتكم تجربوه سافي وشكرا للمتابعة وتتبعو خليت لكم رحت الله فيديو قادم ان شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة